سيادة النائب ايه رأيك في اللي بيحصل خاصة وان الامهات على الجانب الاخر خليني اقول لحضراتك اوصلك برضو وجهة نظرهم يكد تحدست مع بعضهم قبل كام يوم لما عارفوا ان سيادتك هتكون موجود وكان الرسالة اللي كانوا حابين ان انا وصلها لحضراتك تحديدا هم في عندهم مخاوف عندهم مخاوف انهم دلوقتي انا لو عملت ده انا هي بتبقى مؤمنة تماما ان اه يعني الاب والام مهمين في حياة الطفل طيب دلوقتي هو هياخد الولد مش هيرجعه لانه في بعض الامات بيقولولي لأ هم بيقولولنا كده باللسان يعني بيقولولنا بيقولولي بلسان لأ انا هاخد الطفل مش هرجعه فمنفعش ييجي حد دلوقتي يقولي انا هاخد ابنك مش هرجعه حتى لو ابوه انا هموت ما ينفعش طب انا انظمك ازاي فندم يعني هم مش يعني انا عايزة اقلغي هذا التناحر طب يعني لو حضراتك تإذانيلي انه يعني فكرة انه ان الموضوع يناقش في اطار جبهات انا وجهة نظري ان ده شيء يعني سلبي للغاية لانه هيحول الامر من فكرة البحث عن نص قانوني وتشريعي متوازن يضمن الحقوق لفكرة يعني الانحياز لأي من الاطراف صحبة المصالح داخل القانون انا وجهة نظري انه القانون الاحوال الشخصية زي وزي قوانين كتيرة جدا موجودة في مصر مر على اصداره سنوات طويلة تقترب من قرب المئة سنة خلال المئة سنة دول حصلت بعض تعديلات وتغييرات في القانون لكن من وجهة نظري انا هو لم يخضع لي اعادة تقييم موضوعي يعني يتم بشكل حقيقي وكامل بحيث انه ينظر هو بقى مناسب لظروف المجتمع وطبيعة المشاكل الموجودة فيه هو المشاكل اللي ظهرت مع التطبيق محتاجة انه يجرى تعديلات ولا لا ده خلال المئة سنة ما حصلش بالشكل الموضوعي المطلوب يعني فترتب على كده انه القانون ما بقاش مناسب ولا صالح لكافة اطراف العلاقة يعني انا برضو لما بتكلم عن صياغة القانون مع احترامي الكامل للاولاد والاطفال لكن هم مش هم الطرف الوحيد اه هم مهمين ولازم تراعى مصالحهم 100% لكن كمان فيه ام يجب تراعى مصالحها وفيه اب يجب تراعى مصالحه وفيه اطراف اخرى الجد والجدة وقارب هذه الاسرة اللي هم من حقهم انه هم يبقى حتى لو الطرفين شافوا انه طب ليه انا دلوقتي لما بتم المناقشة بشوف انك يعني لما بسمع الكلام ده يقولك لا يعني ليه دايما فيه الخلاف ده يعني ليه ما بيبقاش فيه حوار ما بين الجانبين دول اللي كانوا في يوم من الايام بينهم وبين بعض عشرة علشان يقدروا يوصلوا انا هرعي مصالح الام ازاي وهرعي مصالح الاب ازاي اقول لحضرتك صراحة يعني حتى احنا في مجلس النواب اللي غالبا كان بيجي يتكلم معانا كنواب سواء احنا في لجنة التضامن او ساتناب محمد ويه يعني المجموعة اللي باين ان هي مهتمة بقانون احوال الشخصية داخل المجلس انا اسف ان انا اقول انها اسوأ تجارب موجود يعني انا اتكلم معايا من مجموعات الاباء عدد مش قليل ومنهم ناس يعني انا اتكلمت معهم بعمق ومنهم ناس حتى اصدقائي واظن ان معظمنا في عائلاتنا في حالات كده برضو في نفس الوقت اتكلم معايا عدد من الامهات والتجمعات اللي بتعبر عن مصالح الامهات وفي الحقيقة يعني الطرفين عندهم تجارب من اسوأ ما تكون سواء الامهات امرهم بيوصلوا لمرحلة دي الا اذا كانت تجربتهم وحشة سواء الامهات او الاباء وبالتالي لما بيجوا ينقلوا لنا وجهة نظر سواء الاباء او الامهات هم بينقلوا وجهة نظر مبنية على تجربة من اسعب واسوأ ما تكون وبالتالي لما بنيجي نتكلم يعني خارج اطار التجربة الذاتية سواء لكل ام عندها تجربة قصية او لكل اب عنده تجربة قصية ما بيبقاش ده سهل انا وجهة نظري واحنا في لجنة التضامن واحنا بنحط جدول الاعمال لما حطينا ان لازم هنبتدي حوار مجتمعي خلال دول الانعقاد ده انه احنا لازم نسمع كل الاطراف بس في نفس الوقت لازم نفرق ما بين التجارب العادية التقليدية اللي هي تمثل الغالبية العظمى من الحالات اللي حصل طلاق واللي هم غالبا ما رحوش محاكم وغالبا يعني اظن انه مش عادة لا معانا عندي ناس راحوا محاكم وعندي ناس تانية الدنيا ماشي عادي ودي جدا فبتسئل الله طب هي بتسيب الولاد ازاي طب هو بيسيب لها الولاد كذا بتقوله هم غالبا ما رحوش محكمة اصلا يا جميع هم لسه يعني هم ما وصلوش لمرحلة المحكمة انا عايزة حل النقطة الخلاف لجوه المحكم يعني ما هو دي خلافات كتيرة برضو بس اللي انا بقوله ايه بقى اذا احنا بنتكلم عن نسبة طلاق كبيرة جدا وارقام من الاسر اللي حصل فيها طلاق ما هياش قليلة لما هنيجي نبص على الموضوع مش هينفع بس ناخد وجهة النظر للنسبة اللي موجودة داخل المحاكم لاني هو 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 القانون من وجهة نظري انا مفروض ان هو يتعامل مع الوضع الطبيعي ثم يوضع فيه مواد لمواجهة الحالات اللي فيها بقى ظلم من قب الامة او ظلم من ام الاب لكن الطبيعي انه الحوار المجتمعي بيرصد بشكل متجرد بعيدا عن التجارب الشخصية طحيح القضية والموضوع وابعاده وبعدين بيحصل حوار مشترك ما بين متخصصين من تخصصات مختلفة مع طبعا اصحاب المصلحة المباشرين سواء من الامهات او من الاباء عشان في الاخر يطلع شيء متوازن بيعبر عن الغلبية العظمة ومحتوط جوه منه مواد تواجه الحالات اللي فيها التجارب القاسية او التجارب السلبية سواء من ناحية الاباء للامهات او من ناحية الامهات للامهات اعرف بقى كيف تمت مراعاة الجانبين من يعني وضع القانون حضرتك كمقدم هذا المشروع رعي الام ازاي ورعي الاب ازاي طيب الوقت طبعا حصل عشان اتكلم برضو نفس السياق طبعا حصل عشان اتكلم برضو نفس السياق